في خبر عاجل الرئيس الفرنسي يعرف لنظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عن إدانته للعنف ضد المدنين الفلسطينيين في الضفة الغربية تحول؟ ده تحول؟ هو أبو مازن الراجل يعني فضل لمحده وقف في الأمم المتحدة وقال يعني اعتبرونا حيوانات وحمونا النهاردة الضفة الغربية كل يوم في اقتحام في تسليح للمستوطنين وأنا بقول للذين يتحدثون عن مسمى الرهائن لا رهائن إلا المدنيين إنما فيه جنود دول أسرى حرب والرهائن دول بقى في مقابلهم عشر تلاف رهين موجودة في سجون المحتل لن يتحدث عنهم للأسف الشديد لا حاكم غربي ولا حاكم عرق للأسف الشديد الكل يتحدث عن المتين وخمسين ولا المتين اللي موجودين عند حماس أو عند القسمين أنا بقول يا جماعة عندما تتحدثوا عن خروج هذه الرهائن لازم يكونوا المراد في الآخر لها وخروج المعتقلين الفلسطينيين من سجون الكهان المحتل هذا لا يليق أبدا نحن نتكلم عن مئتين وخمسين وحده وكأنه عشر تلاف فوق العشر تلاف دول يعني كده عدد في اللمون عيب هل حدثنا عن غزة يفوق حدثنا عن ما يجري في الضفة الغربية هل يعني الإعلام والرأي العام كله موجه أكتر على غزة رغم أنه ما يحدث أيضا في الضفة الغربية يجب أنه لي نفس الاهتمام لأنه ملامح الجريمة في غزة لا تخطئها العين ولا يستطيع أحد أن يدافع عنها بما فيها الجزارين بما فيها مرتكبي هذه المذابع هم نفسهم لما يطلع واحد يقول لا طعام لا ماء نواقود ده بيعلن نفسه مرتكب أو واحد من مجرمي الحرب وعلى فكرة كل العواصم اللي بدأت تتحرك سواء كان فيه تركيا أو فيه عواصم أخرى والمحامي الفرنسي الذي جمع أكثر من 35 محامي بيتحركوا لهم دولاته بيجمعوا هذه الداتة اللي تبقيتش محتاج أبدا تروح تحقق على الأرض لن تكون لحجم الصورة صوت وصورة يعني وبالتالي أنا بأعتقد أنه اللي حاصل في غزة أمر محيك يعني هذه الحقيقة المقدمة اللي مكتوبة يعني مش عايزة أوصفها بأنها مقدمة رأي عندما عايزة أوصفها بأنها مقدمة معبرة جدا لأنه ما فيهاش ألفاز مكررة وفيها تعبير واضح جدا عما يحدث على مدار الفترة اللي فاتي دي كلها أنت بتتعبي من المشاهدة يعني أنت بتوصابي بإرهاق شديد نفسي أنت بتتحولي وأنا كتبت مقارقة نبقى منحكين بعد ما نشوف نشرة أخبار أنا بقول كيف أصبحت إرهابيا أنا بقول أنا كمواطن طبيعي يدعو إلى السلام ويدعو إلى الحوار في لحظة من اللحظات أمام هذه المشاهد بحسيني عايزة أتحولي بإرهاب إذن أنت مش قادر ده من خسائر أمريكا على فكرة في التساؤل بتحضرتك من خسائر أمريكا إذا كنت تحارب الإرهاب والتطرف فما يحدث من المشاهد أتصور أنه سيصنع تطرفا كثيرا قد لا نرى ثماره الآن وبدأت المصالح الأمريكية على فكرة تتعرض للخسائر شعبيا أنا كتبت حاجة عن اسمها الخروج الأمريكي من الشرق الأوسط يعني شعبية لو نزلت حضرتك النهاردة في أي عاصمة عربية بما فيها العواصمة التي وقعت فقيات إبراهام أتصور أنه لن تجدي يعني نادرا ما تلاقي مواطن بيقولك أن أمريكا يعني بلد الحريات وبلد كذا هيقولك أمريكا هي بلد الداعب للقتل هي البلد التي تمول الحرب هي البلد اللي خدت أسلحة وقنابل محرمة هي البلد التي وفقت على ثلاث قنابل نووية حتى الآن على غزة ده التقدير العسكري لما ألقي عليها كل ده بحراسة أمريكية هي البلد اللي بعتت العتاد والأسلحة والسفيلة النووية وحاملتين طائرات وبعضين نخذي بلحك لأنه فيه جزئية الناس مش أغدى بلها منها وهو بيحرك أساطينه هو مش بيحرك أساطينه تهديد غزة فقط إنما لكي يوقف أي مناصر لغزة يعني هو بيخلي الحالة من حالات الاستفراد بالعزل في هذه المنطقة والبقعة البريئة يعني اللي فيها مقاتلين بيقوموا احتلال ولابد أنهم يستكملوا طريقهم في المقاومة ولابد أن ندعمهم على أنهم يكملوا طريق المقاومة حربا حتى يأتي السل ترجمة نانسي قنقر